تظل أزمة الكهرباء في محافظة شبه التحدي الأبرز أمام صلطات المحلية ففي الوقت الذي يطال فيها ابناء المحافظة بحل مشكلة الانقضاعات المتكررة للتيار كأضراب عمال المؤسسة العامة للكهرباء عن العمل بعد تأخر رواتبهم بشهرين متتاليين إضاف ذلك إلى المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسة مشكلة العمال يعانون من عدم استلام رواتبهم من جهر مايو حتى يومنا هذا ردارة الكهرباء تتحدث أيضا عن كثير من الصعوبات الفنية والمادية الأخرى التي بسببها تقلصت ساعات التشغيل فالمولدات الخاصة بالمحطة انتهى عمرها الافتراضي لساعات العمل في حين خرجت معظم مولدات الطاقة المشترى عن الخدمة نتيجة لمطالبة المستثمر بمستحقاته بعد تراكم المديوني نعم من ضمن المشاكل عدم توفر الديزل الكافي لتشغيل المحطة إضافة إلى خروج نصف مولدات أجريكو عن الخدمة حيث أنه يطالبنا بدفع مستحقاته إضافة إلى عدم وعي المواطن في تسديد فاتوك الكهرباء حيث تقدر المديونية بـ 1 مليار و 300 مليون إضافة إلى أن هناك مديونية عند الدوائر الحكومية تقدر بـ 800 مليون ريال لو أتت هذه المبالغ سوف تحلق المشكلة أزمات متراكمة تعاني منها كهرباء شبوه تتظل بحلاً قدرياً من الجهة الحكومية خصوصاً وأن المواطن وحده المتضرر الأكبر مستمرار الوضع على حاله إبراهيم حيدرة قناة بلقيس شبوه شكراً للمشاهدة